إيه المفروض أعمله كطالب داخل سنة جديدة سواء تعليم أساسي أو تعليم جامعة؟ طيب خلينا نقول إن الطالب لوحده مش هيقدر إنه يستعد كويس لعام الدراسي الجديد وإنما هي عملية تشاركية بيشترك فيها مع الأسرة وكلها بتكمل بعضها الطالب طبعا لما إحنا دخلين على عام دراسي جديد فإحنا بنتكلم دلوقتي عن الطالب اللي هو أول مرة يدخل المدرسة إحنا بنتكلم عن الطالب مثلا في المرحلة الإعدادية أو السنوية أو في مراحل متقدمة أول حاجة المفروض أن يعملها وهي طبعا قد تبدو تلقائية لكن هي حاجة السنة تحديدا مهمة جدا إنه يستعد بالأدوات اللازمة للدراسة ليه بقى؟ لأنه دلوقتي في ليحة الانضباط الجديدة لو الطالب مش أكتف مع المعلم جوه الفصل في عقوبة لو الطالب مش بيلتزم بكتابة الواجبات في عقوبة ومن أول يوم حتى لا تتراكم حتى المهام عليه ويبقى المناهج طبعا زي ما إحنا عارفين بقت أكثر ازدحاما فمن أول يوم يبقى الطالب ملتزم ومنتزم في متابعة دروسه النقطة المهمة التانية برضو اللي هو تنظيم بقى مواعيد النوم ودي حاجة لازم الأسرة كلها تشترك فيها يعني ما لم يكن هناك ضرورة لصهر حتى الأب والأم يبقى بيلزموا نفسهم بهذا الأمر أنهم برضو يناموا بدري ويصحوا بدري علشان لما يبقوا صحيين كده قدام الطالب الصبح يبقى بيّن عليهم النشاط والحيوية وده يعني يدي إحاء للطالب أنه كمان يكون نشط يكون متابع بشكل كويس جوه المدرسة ويبقى واخد كفايته طبعا من النوم دي طبعا حاجات أساسية لكن في عندنا حاجات بقى إحنا طبعا الأسرة قد تكون بتعمل كده لكن اللي بتعملوش الأسرة أن هي تهيئ الطالب زهنيا ونفسيا لاستقبال العام الدراسي الجديد زهنيا إزاي؟ إحنا دلوقتي عندنا طبعا زي ما حضراتكوا تفضلت وأشارتوا في عندنا تغييرات جزرية في المناهج وفي حاجات تغير شكلها خالص خاصة في المرحلة السنوية يعني فالطالب المفروض في الفترة اللي قبل الدراسة على طول أنه ياخد فكرة عن المناهج اللي هيدرسها مكوناتها إيه بتتكلم عن موضوعات إيه وده متاح يعني متاح أن أنت تعرف حتى الموضوعات أو الخطوط العريضة للمناهج اللي أنت هتدرسها ده بيعملك حالة من التهيئ الزهني والدافعية علشان لما تدخل تبقى عارف أنت هتدخل تدرس إيه بخلاف بقى الطالب اللي بيروح كده يصطدم بالحاجات دي لأول مرة جوه المدرسة ويبدأ يكتشف بعد ما يروح المدرسة لا أما أبقى رايح وأنا عندي خلفية مسبقة عن المواد اللي هدرسها ده بيخليني أكثر تهيئا للإستيعاب والفهم الحاجة الثانية بقى التهيئ النفسي كتير جدا من أولياء الأمور وده نقطة مهمة يعني حتى لو هم تدايق من حاجة فيه شايف أن المناهج مثلا كبيرة شوية شايف أن فيه تغييرات حصلت كتيرا فيه النظام المناهج ونظام الدراسة فبيبدي أمام الطالب استياءه أو نوازع له من الحاجات دي أو مش مبسوط المشاعر السلبية دي بتأثر بالطبع على أو بتنتقل عن طريق العدوى يعني النفسية للأبناء وبتأثر بالتأكيد على دفعيتهم وعلى حيويتهم ونشاطهم خاصة في البدايات البدايات إذا كانت قوية بيفضل الطالب قوي على طول إذا كانت فيها نوع من الحذر والخوف والترقب اللي متاخد بقى من الأهل ومن انطباعات الأهل برضو بتعطله شوية وبتعطل مسيرته شوية وبتأخر البداية القوية دي لبعد مثلا شهر في الدراسة وبيكون فاتوا كتير جدا من الموضوعات ما كانش مركز فيها لأنه كان منشغل بالتقييمات السلبية للوالدين فعلشان يبقى بدايتنا صح وقوية بلاش نظهر أي مشاعر قلق أو توتر أو حذر أو عدم رضا أو غضب أمام الطالب إطلاقا بل بالعكس يبقى حديثنا دايما عن المناهج وعن العملية التعليمية كلها إيجابية ونحاول نشوف إيه اللي هيضيفه ده لشخصية الطفل وإيه اللي هيضيفه لبناءه المعرفي ونحاول نركز على الجوانب الإيجابية والمضيئة في المناهج وفي التعليم وفي المرحلة الدراسية للطالب داخلها ونبدأ نتكلم حتى احنا كمان كأسرة عن ذكرياتنا لما كنا في المدرسة كأب وكأم والذكريات طبعا الجميلة احنا لما كنا في المدرسة كنا بنقابل أصدقائنا كنا بنمارس أنشطة كنا بنتعلم حاجات مفيدة يبقى دايما كلامنا إيجابي عن اللي هنشوفه في المدرسة واللي هنعيشه جوه المدرسة فيبقى الطالب مشتاق أو متشوق أنه يعيش هذه التجارب هو كمان بنفسه فيبقى رايح المدرسة وهو مبسوط وهو سعيد ودايما بنقول أن التعلم بيكون أكثر فعالية وكفاءة في ظل وجود مشاعر إيجابية لما يبقى الطالب رايح هو سعيد وهو متفائل وهو حابب أنه يروح المدرسة بيبقى قدرته على الفهم والاستعاب أكبر حاجة مهمة بالنسبة للطالب بقى نفسه عمر الحفظ ما بيطلع طالب متفوق فتركز من البداية كطالب أن أنت تتعدى مرحلة الحفظ دي الحفظ يعني بيخلي الطالب ممكن يخلي الطالب ينجح لكن أنه يبقى متفوق وأنه يحصل على أعلى الدرجات وأنه يثبت ذاته دي محتاجة تشكيلة من القدرات المعرفية والقدرات النفسية وأن أنت تحاول توصل في مذاكرتك لمستويات معرفية أعلى اللي الوزارة دلوقتي حددتها لك وضمنتها في المناهج بتاعتها وفي الأسئلة بتاعتها آخر العام الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم إلى آخر